القيادة الفلسطينية وفي اطار ردها على موجة التصعيد والقتل الاسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة ومدن الضفة الغربية اعلنت عن جملة من الخطوات والتي تمثلت بدعوة مجلس الامن الدولي للانعقاد بشكل طارئ وبحث الجرائم الاسرائيلية المتواصلة وتشكيل لجنة تقصي حقائق فضلا عن الانضمام الى عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية نحن ماضون قدما في صمودنا وفي قراراتنا المتعلقة بحماية مصالح شعبنا قرار القيادة الفلسطينية بالامس في غاية الاهمية وهو خروج من منظور الاتفاق مع الولايات المتحدة الامريكية سواء كان من خلال الانضمام الى منظمات دولية كانت الولايات المتحدة الامريكية قد حذرت من الانضمام اليها او تقديم ملف الجنائية الدولية وهي المرحلة الاخيرة في تقديم الشكاوي الرسمية في الجنائية الدولية فيما اعلنت السلطة الفلسطينية الحداد العام لمدة ثلاثة ايام والاضراب الشامل وتنكيس الاعلام الفلسطينية حدادا على ارواح الشهداء الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال مشاركتهم في مسيرة سلمية في ذكرى النكبة وتزامنها مع نقل السفارة الامريكية الى القدس المحتلة بالطبع امام سيلة دم امام عدد كبير من الشهداء ستين شهيد في مسلسل جرائم ومذابح يتركوا الاحتلال بالتأكيد لا بد ان يكون هناك اليوم كما يشاهد العالم اجمع كل الاراضي في الصين المحتلة اليوم اضراب على حدادا على ارواح الشهداء وهناك ايضا ثلاثة ايام حداد على هؤلاء الشهداء الابراء الذين سقطوا الاشتباكات شملت مختلف المدن والكرة والمخيمات الفلسطينية حيث اصيب المئات من الفلسطينيين بحالة الاختناق والعشرات بالرصاص المعدني والحي على مداخل المدن والبلدات الفلسطينية القريبة من مواقع التماس مع معسكرات ومستوطنات الاحتلال ميدانيا تصاعدت حدة المواجهات في مدن الضفة الغربية بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في اطاع الرد الشعبي الفلسطيني على التصعيد الاسرائيلي اللفت والخطير في مدن الضفة الغربية حسن ابو الروب الاخبارية رام الله